انا معايا دقتين هاخدهم معاك في ريدا سليم تمام وهرجع لجيميا على حد مهم جدا فيه انا اتكلم عليه طيب في لقطة مهمة جدا يمكن الناس ما خدتش بالها منها النهاردة انا بحب دايما اجيب لي لقطات المارس الكولر قبل ما ريدا سليم ينزل بالزبط يا كريم بدقيقة شفنا المخرج جاب لقطة لمارس الكولر والمترجم بتاعه قاعد بيتكلم مع ريدا سليم بص يا كريم هنا هو اللي انا فهمته من كلام المترجم اللي هو بيقوله حاول ان انت تزقل قدام وتسحب برا على الخط وبعد كده بص هو بيعمله بيده كده اللي هو رايحة جاية دي اللي هو ان الراجل هيقطع لك وانت هتلعب في ظهر المساك لما حد من لعيبة رقم 8 اللي هو بقى ساعات كان بيقوم بيها طاهر محمد طاهر وان الكرة تلعب بالعرض تعال بقى يوريك بالزبط يتكرر اول منزل اول لمس الريدا سليم بص وبينادي عليه ريدا سليم خد الكرة عاوز اوليك بقى بص على طاهر محمد طاهر يتحرك فين هو ده اللي كان بيقوله بزبط بيقوله انت خليك برا عند الخط وهتلعب الكرة من فيه وتلاعب الكرة بالعرض وده اللي حصل بالزبط الكرة دي بقى تكررت اقا تكررت هي ما كانش بالصدف عشان كده في ضل تشوف ريدا سليم كم بيعمل ايه هتلاقي ريدا سليم احيانا هو اللي كان بيعمل الحركة دي احيانا هو اللي كان بتحرك نشوف اللاطر بعدها بص يا كريم هنا اللي قطع بالزبط اوليك بقى الكرة اللي بعدها نفس الكلام هنا هتلاقي بص بقى ريدا سليم هتحرك فين بص 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 هتحرك برضو من دار المدافعين فهو نازل بتعليمات ان انت انزل تحرك في دار المدافعين لما بيعمله بايده كده اللي هو بص بقى اللقطة اللي بعدها برضو هنا يا كريم برضو اللقطة دي مهم جدا بس تقريبا هي ما كملتش برضو نفس الكلام كوكا هيطلع على طاهر محمد طاهر بص طهر محمد طهر ههدي الكورة لريدا سليم وطهر برضو هيتحرك في نفس المساحة ولكن ساعتها نادي الإسماعيلي قفل بزبط فهيقام برجع تاني فهيكت كورة متحفزة وهي الكورة اللي بلعب عليها مارسل كولر أخر واحدة إيه بس يا كريم عاوز أوريها لك قبل ما الآخر واحدة خالص نفس الكلام برضو بص ريدا سليم أم جيه تحرك وبعد كده الكورة هتتلاعب للرجل بنفس الطريقة بص طهر محمد طهر هابعاوز يتحرك مين بقى لتحرك هنا الناحية التانية زعلوك بنفس الطريقة هو قال له انزل وستلع لبرة الله ينور حبيبي يا كريم